اشتركوا في القناة ان شاء الله بتمام ساعة سبعة بتوقيت جرينيتش يعني عشرة بتوقيت الاردن رح يكون في بث مباشر هو اول بث مباشر رح يكون في حوار ان شاء الله بينه وبينكم رح اجواب على الاسئلة اللي بتطرحوها بالتعليقات رح اتلقى اتصالات برضو من بعض الاشخاص اللي بيحبوا يتواصلوا معي هاتفيا يعني من خلال البرنامج ورح يكون الرقم موجود ان شاء الله للتواصل ياريت تشيروا الرابط عملية البث المباشر وياريت انكم تكونوا موجودين يعني هيك على الاساس انه يصير في حوار متبادل ونفرح في بعض باذن الله تعالى واليوم في مناسبة كمان رح اعلن عنها يعني هذا المناسبة ليش السبت وليش هذا التاريخ تحديدا اللي كنت انا مستعجل على اساس اني اعمل البث فيه فهي ان شاء الله رح يكون في موعد البث ان شاء الله رح احكي عنه باذن الله تعالى طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبت 16 تشرين الاول اكتوبر من شهر عشرة القمر الآن في فترة خلو مسار هو طبعا موجود هو حاليا في برج الدلو في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة تقريبا عشرة واحد عشر دقيقة من صباح اليوم السبت بعدها طبعا رح ينتقل لمنزلة المؤخر هي للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر طبعا القمر الآن هو موجود في برج الدلو وبما انه موجود في برج الدلو فما زالت تأثيرات برج الدلو بتأثر علينا فعشان هيك بنشعر انه احنا الآن بماسة حاجة بحاجة ماسة حاجة حلوة عيبا لشان قربط للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا او شراء اجهزة الالكترونية او الاهتمام بالالكترونية تجربة طعام جديد اه طبعا القمر اليوم اه رح يكون فيه زي ما حكينا احنا فيه فترة خلو المسار خلو المسار هذا اه مستمر من تمام ساعة اتناعش واثنين وثلاثين دقيقة بعد الظهر لليوم هذا اللي هو اليوم الجمعة اه رح يستمر لغاية صباح يوم السبت اه طبعا بتوقيت جرينتش بتوقيت الاردن الساعة ثلاثة ونص بدأ خلو المسار من اه من اه قبل عصر يوم الجمعة ورح يستمر زي ما حكينا لساعة اه خمسة وواحد وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم السبت لا ينتقل القمر لبرج الحوت وطبعا بما انه القمر رح يكون فيه فترة خلو المسار لغاية ساعات الصباح فمن الان للصباح هاي فترة خلو المسار لا تصلح لأي خطوة جديدة او مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك مواليد جميع الابراج دون استثناء طبعا الساعة ثنتين وواحد وعشرين دقيقة صباحا يعني بتوقيت جرينج الساعة خمسة وثلث صباحا بتوقيت الاردن اه القمر رح يكون في برج الحوت وبما انه رح يكون في برج الحوت فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر شوي بالضياع ما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر منكشف عن متاعبنا للغير نجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزو جانبا ممكن يضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن نقع في حباء للغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور اقتناء الالتصوير او الامور الفنية اجمالا طبعا الزاوية الوحيدة اللي رح تصير اليوم هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في ساعات المساء يعني الساعة الثمانية وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني الساعة تسعة مساء بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات عليها يعني الساعة اتنعاش منتصف الليل طبعا تأثير هاي الزاوية ببدأ من ساعات الصباح من نجد انه تأثيراتها تقريبا بحدود الساعة تسعة بتوقيت الاردن ببلش تأثيرها أكثر المتضررين هم اللي بكون لهم مشاكل عاطفية يعني هدولة اللي ممكن أنهم يتجهوا للتنفيذ من خلال صرف النقود بدون حساب أو بدون هذا يعني خلص بده بس أنه يروح يشتري أي شيء لأجل أنه يتفشش أو يفشخله أو أنه هيك يهرب من الواقع فبروح بصرف فلوس هذه هي الزاوية الوحيدة اللي رح تكون خلال هذا اليوم طبعا بما أن القمر رح يكون موجود بالحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 17-10 بيبدأ فيه تمام الساعة 11 و23 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم الاثنين 18-10 حتى تمام الساعة 10 و3 دقائق صباحا لا ينتقل القمر لبرج الحمل طبعا لما نحكي الساعة 11 و23 دقيقة مساء يعني هذا الكلام من يوم الأحد يعني 11 ونص مساء بدنا نزيد ثلاث ساعات عليها يعني الساعة 2 ونص ما فجرا تقريبا من فجر يوم الاثنين ولكن بما أنه بتوقيت جرينتش معناته 11 و23 بما أنه زي ما حكينا ساعة 10 و3 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش نفس الإشي منزيد ثلاث ساعات الساعة 1 و3 دقائق القمر بيكون انتقل لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب 10 أيام في تمام الساعة 1 و13 دقيقة بعد الظهر بيصبح 11 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 سعيد بنسبة 15% القمر في الدلو بده ينتقل للحوت وحكينا رح يمكث في الحوت لغاية يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% وزحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجديد طبعا حتى يوم 29-4 لا يبدأ عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود بالحوت فعشان هيك بيظل النشاط ما بينكم بين الأصدقاء أو يعني تواصل أو الاهتمام بموضوع بتعلق بأحد الأصدقاء أو بالعلاقات الاجتماعية هو اللي رح يظل مسيطرة على الموقف من الآن لغاية ساعات الصباح طبعا بما أنه رح ينتقل لبيت المتاعب بتشعروا أنه شوي بلشت الأجواء مش مثل ما بتحبوا فيها نوع من أنواع التقلبات في ساعة الصباح بتشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغباتكم أو رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شيء أنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري حاولوا أنك تخلدوا للراحة من وقت لآخر تعتبر هاي الفترة أضعف وأقل أيام الشهر حض أهم شيء أنك ما تراهن على الحضوض في هذا اليوم نهائيا وحاول أنك ما تحسم أي أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع أنه يكون فيه نوع من أنواع الفوضى والتأخير والخسارة طبعا زي ما حكينا أنه القمر ما رح يمكث يعني هو يومين وربع رح يظل في الحوت بعدين رح ينتقل لعندك فعشان هيك يحاول أنك يتمشي هاي الفترة بشكل روتيني برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل أهم شيء أنه ما تدخلوا بأي خلاف أو نقاش أو أي شيء من الآن لغاية ساعات الصباح بتعلق مع أي شخص حاولوا ما تخالفوا القوانين ما تهملوا أعمالكم واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيه من قبل لغاية ساعات الصباح القمر ما زال في بيت السمعة فعشان هيك بدكوا تحافظوا على سمعتكم من ساعات الصباح الأجواء بتتغير لأنه القمر رح يصير في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فبتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعك وتحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاول إنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك الفترة هاي تحمل نوع من أنواع التحالف مع الزملاء مع الأصدقاء مع الجيران أهم إشي إنك ما تبقى وحيد حاول إنك تخرج للقاء الناس وبرضو في نفس اللحظة حاول إنك تدير بالك على صحتك لأنه الفترة هاي يعني شوي موليد برج التور صحتهم بصير فيها نوع من أنواع التقلبات وبتجيهم أشياء بشكل مفاجئ إلها علاقة بالصحة وإلها علاقة بالعمل برج الجوزاء اللي بيتقدم لامتحان أو عنده مقابلة من الآن لغاية ساعة الصباح بده يستعد بشكل جيد أهم إشي برضو اللي عندهم تنقلات أو عندهم سفر هاي الشغلة يعني بدكوا تهتموا فيها بشكل كبير لأنه القمر زي ما حكينا موجود في بيتك التاسع هو بشجعك على أمور الامتحانات ولكن لأنه خلوه مسار بفقد الحظوظ فعشان هيك ما تعتمد على الحظ بشكل كبير أهم إشي إنه تحاول تكسب من الوقت خصوصا من الآن لغاية ساعة الصباح لأنه ما زالت الأجواء حليفة لإلك من ساعات الصباح طبعا هي بتصير فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بيرغب بتعزيز علاقاته مع رؤساءه بالعمل أو زملاءه بالعمل الأهم إشي إنه ما تتغيبوا عن عملكم خلال هذا اليوم حاولوا إنكم ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا ما تغامروا ما تدخلوا بأي شيء ممكن إنه يشوه سمعتكم القمر ما زال موجود في يعني رح ينتقل ويصير في بيت السمعة شوي هو بيكون يعني زي اللي بيمتحن قدراتك إذا كنت جاهز وتقدم أعمالك بشكل ممتاز رح تكافأ إذا أهملت وتقاعست وخالفت القوانين رح تعاقب فعشان هيك أهم إشي إنك تنتبه من هاي النقطة وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه من أي سوء تفاهم بصير ما بينك وبين أحبائك حاول إنك ما تتزمت برأيك ما تدخل بنقاشات وحوارات ومعني شوي إنك تستفزهم برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن فعشان هيك الاهتمام رح يظل على أمور إلها علاقة بالوضع المالي فعشان هيك ممكن تتفحصوا حساب مشترك حاولوا إنك تنتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة يعني حاولوا تنتبهوا لعموالكم من السرقة والضياع ما تخوضوا أي شيء له علاقة بالمغامرات المالية ممكن إنك تهتم اليوم لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض من الآن لغاية ساعات الصباح أهم شيء زي ما حكينا تخففوا من النفقات الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية فيه نوع من أنواع الإهتمام رح يصير من ساعات الصباح فيه أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة فيه منكم رح ينجح بسفره أو بأوراق إقامة أو معاملات استراض تصدير بترغبوا اليوم برضو بالتفاهم مع أحبائكم أهم شيء إنكم ما ترتج له عمل ما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا حاول إنك أنت تستثمرها هي فترة داعمة وإيجابية وقوية وفيها تعزيز للعواطف يعني فيها مكاسب جيدة أهم شيء إنه برضو لا تنسى أنه تهتم بمسؤوليات البيت والعائلة ما تهملها لأنه ممكن تظهر بعض المسائل العائلية على الساحة شوي تخليك تهتم فيها أكثر برج الأسد طبعا بي نصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم القمر موجود مقابلك تماما هو بيت الشراكة طبعا رح تهتموا بشراكاتكم سواء العاطفية سواء المالية رح يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينكم بين الشراكاء التفاهم معهم طبعا في ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية بدك تحاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة إلى استشارة ذوي الخبرة ممكن اليوم تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملة رسمية الأهم من هذا كله أنه بدك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك أثناء نقاشاتك من سوق تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين أحد الأخوة برضو بدك تنتبه أثناء قيادتك بالسيارة حاول تركز التركيز عندك مش قوي جدا فعشان هيك ممكن يصير بعض الأخطاء اللي بتتعلق بالتركيز تجد حالك مشتت ذهنيا بالفترة هاي وبرضو عندك نوع من أنواع العصبية ضبط الأعصاب مطلوب وبرضو زي ما حكينا أمور إلها علاقة بالعائلة برج العذرة بدكوا تواصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل وحاولوا أنكم ما تبدروا لعمل جديد اهتموا من الآن لغاية ساعات الصباح بالعمل وبالصحة أكثر شيء ممكن يصير فيه نوع من أنواع الإهتمام بأمور فيه تتعلق بأحد الزملاء أو بإنجاز بعض الأعمال أو تواصل لعمل معين تحاولوا تنجزوا ولكن ما تبدأوا بعمل ما توقعوا على عقود إذا اضطريت أنك توقع على عقد يعني بدك تدرسه بشكل جيد وتدرس حيثياته وتستشير أهل الإختصاص في ساعات الصباح طبعا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم لأن القمر راح يصير مقابلك تماما فهذا بعطيك إيجابية وبعطيك سلبية في نفس اللحظة عشان هيك بصير اليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفي هاي فترة شوي بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر زي ما حكينا بالمواجهة بسحب من طاقتك فهاي الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية احذر من عداية الأجواء والنفور والخلاف والتوتر وحاذر من المشاكل على أنواعها طبعا أهم المشاكل بالفترة هاي زي ما حكينا لأنه عطارد بتراجع في البيت الأول هي مشاكل إلها علاقها بالوضع المالي إما مصاريف الزيادة أو أنك بتصرف بدون حساب أو أنك بدك تغامر بمشروع مالي فعشان هيك بنقول لك بدك تنتبه من هاي الأمور كلها واتدقق بالتفاصيل برج الميزان بتظل الأمور العاطفية قوية عندكم من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك رح يتميلوا للتواصل مع أحباكم أو التجاوب معهم أو الاهتمام بمسائل بتتعلق بأحد الأحبة أو أحد الأبناء في منكو رح يمارس إما هواية أو أمور إلها علاقة بالتجميل أو في فرحة معينة رح تكون زي ما حكينا من الآن للصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس اللي هو بيت العمل والصحة فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من بعض الإرهاب بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك ما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية أطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة هذه فترة مهمة جدا وحاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية ليش؟ لأنه زي ما حكينا أنه عطارد بيتراجع عندك وهذا شوي بيخليك تنفعل، تتوتر، تتقايا، تقلب المزاج عندك وعطارد بيتراجع وبرضو مش كل موليد الميزان إيجا عيد ميلادهم فعشان هيك ما زال اللي ما إيجاش عيد ميلادهم يعني بشعروا بنوع من أنواع الإضطرابات أو التعب أو الأمور إنها بتعاكسهم بشكل كبير وبرضو بتكون تهتموا لبعض الأمور المالية برج العطرب بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم اليوم عندكو أو من الآن لغاية الصباح لاهتمام بالمسائل اللي إلها علاقها بالعائلة إلها علاقها بالبيت إلها علاقة بأعطاء المنزلية أحداث عائلية يعني هاي الأمور اللي رح تظلها ملفتة أو تلفت انتباهك من الآن لغاية ساعات الصباح حاول أنك ما تهمل وضع عائلي أو أمور عائلية أو نقاش عائلي أو تحتد في هاي الفترة طبعا في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير بشكل إيجابي كامل لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فرح تجتازه وبصورة عامة يوم إيجابي يبعث على البهجة والانشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني وبدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك حاول أنك تحضر بشكل جيد لعملك حاول أنك ما ترتجل ممكن تطلق مشاريع جديدة أو تتلقى إجابات أو إشارات مهمة حاول أنك تبتسم لأن الحظ رح يكون لجانبك يعني الأجواء رح تصير إيجابية على كل المستويات ودعمة إلك بشكل كبير يعني معظم الضغوطات اللي كانت في الأيام الماضية يعني شوي بتخف صحيح أنه وجود الشمس في بيت المتاعب مرهق وبرضو عطارد اللي بتراجع في بيت المتاعب بيوترك بالزيادة وبيجيب مشاكل إلى علاقة بالعمل إلى علاقة بالمؤسسات الكبيرة في أشخاص انفصلت من عملها أو تركت عملها أو صار عندها مشاكل بقضايا قضائية كل هاي الأمور رح نحكي عنها في البث المباشر يعني رح أشرحها بشكل أوفى ولكن أنه هاي الأمور والضغوط كلها رح تتجاوزوها مع انتقال الشمس لبرج العقرب ما ضللوش يعني قرابة الأسبوع وبنتقل فعشان هيك بتصير الأجواء أحسن أو بتتحسن بتعوضوا للضغوطات اللي فاتت أو الضغوطات اللي كانت عليكم بالفترة الماضية وبرضو لما ينتهي تراجع عطارة برجع بيدعمك وبيجيب فرص أكثر برج القوس اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد ليش؟ لأنه لأن القمر ما فيها الحضوط الكبير اللي موجودة فيه لأنه هو في فترة خلوم مسار بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء حواراتكم أثناء نقاشاتكم حاول أنك ما تعصب وخصوصا أنه القمر بيجهز حاله قاعد بده ينتقل للبيت بيت البيت في ساعات الصباح فبيصير فيه نوع من أنواع القدرة على إدخال تعديل أو الاهتمام بأمور الهلاقة بالمسكن، تعزيز الروابط العائلية ممكن يكون فيه بعض الاهتمامات أو تعديلات مطلوبة على البيت كدكور أو ترتيب أو نشطات عائلية لطف الأجواء التفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد القمر بشجعك على تكرار المحاولات بترتفع نسبة الحضوض الشوي ولكن مش بشكل كبير الأهم من هذا كله بدك تنتبه على أمور إلها علاقة بالأصدقاء حاول إنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك بالفترة هاي ممكن تكتشف بعض الأصدقاء أو خيبات الأمل أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء إيشوي هذا يسبب لك نوع من أنواع الضغوط أو يوترك بالفترة هاي في نفس اللحظة ركز على علاقاتك الاجتماعية ما تسمح لتراجع عطارد إنه يأثر بشكل كبير خصوصاً من فرض السلطة على الأصدقاء يعني شوي بدك تكون مرن برج الجديد بدك تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتخففوا من النفقات قدر المستطاع من الآن لغاية ساعات الصباح ما في داعي للمغامرات ما في داعي للمجازفات المالية القمر ضاغط بشكل كبير على أمور زي ما حكينا إلها علاقة الآن بالوضع المالي بيخلي ما في تركيز مظبوط برضو في زاوية حكينا عنها ما بين القمر وما بين الزهرة بيتخلي موليد برج الجديد يعني يتجه للإصراف دون اكتراث هم يودلوا فبدهم ينتبهوا على النقطة هاي بشكل كبير في ساعات الصباح طبعاً بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبصير اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة ما رح تهدأ وتيرتك اليوم بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار وهاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب فعشان هيك يعني حاول انك تأجل كل الأمور الضرورية لغاية ساعات الصباح لحديث ما تطلع من الضغط اللي موجود هاد والقمر يصير فيه بيت مناسب جداً له إلك رح يدعمك بشكل كبير وتحقق من خلاله مكاسب ما كنت تتوقعها بور جداً له طبعاً انتو اليوم مشهنون بـ أو نشيطون بمعنى آخر وعنكو طاقة كبيرة مع هيك ما تبادروا لعمل جديد بل وصلوا اللي بدأتو فيه من قبل من أعمال طبعاً في ساعات الصباح الأجواء بتتغير بما أنه أول إشي فيه عندكو طاقة شخصيتكم غير الفترة هاي مناسبة لكثير من الأمور من ساعات الصباح القمر رح يصير في بيت المال بما أنه في بيت المال والقمر رح يشكل زاوية مع الزهرة زي ما حكينا فممكن تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم ولكن ممكن شوي تنيلوا للبذخ والإصراف بشكل كبير لأنه الزاوية هاي رح تأثر عليكم من ساعات الصباح اللي هي الزاوية السلبية اللي ذكرناها في البداية فأنتو أكثر الناس اللي رح تضرروا منها اللي هي أنه بتحاول تصرفوا بس هروب من الواقع أو تجيكم مصاريف من تحت الأرض انتبهوا من هاي النقطة منكم اليوم ممكن يحصل على هدية أو جائزة حاولوا أنكو تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما ابتستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك بعطاءاتك ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة إلها علاقة بأجانب أو أشخاص خارج البلاد عشان هيك بدك تهتم بالنقطة هاي يعني شوي ممكن مساء القانونية أو معاملات قانونية هي اللي تكون مرهقة بالفترة هاي بالنسبة لإلها برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر ليش؟ لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان حاول أنك ما تنفعل ما تجازف ما تغامر يعني خلي الأمور تمشي بشكل روتيني خصوصا لساعات الفجر من ساعات الفجر أو من ساعات الصباح بتبدأ يعني يوم أو فترة إيجابية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن تعزز معنوياتك من الجديد وتتحمس لمبادرة أو لإدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك اليوم مفاجأة أو خبر صار أو استعداد لورشة جديدة تعتبر فترة إيجابية بالنسبة لإلك ولكن زي ما حكينا بدك تنتبه للأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة تركز فيها ما في داعي للمغامرات والمجازفات ما توقع على أوراق دون دراستها إن اضطرت توقيع على عقد أو على شراكة جديدة بدك تستشير أهل الإختصاص وتتفقد البنود بشكل جيد ممكن يطرق مسألة إلها علاقة بالوضع المالي بأموال ما بتعود لك يعني أنت شريك فيها أو طرف فيها أمور بنك، دين، قرض معين، مساءلات، حسابات هاي تهتم فيها بشكل كبير خلال هذا النهر طبعا قبل ما ننتهي من توقعاتنا نقدر نقول شكرا للكم ما تنسوا أنه البث المباشر زي ما حكينا رح يكون على الساعة سبعة بتوقيت جرينتش يعني عشرة بتوقيت الأردن بتمنى أنه تشيروا الرابط اللي بعد قليل رح يكون موجود يعني رح ينزل الإعلان أنه ترقبوا البث المباشر بعد قليل أو بعد ساعات يعني شايروا الرابط حاولوا أنه توصلوا لأكبر عدد ممكن برضو ما تنسوا دعم الحلقة بلايك وكومنت وتعليق منشوفكم طبعا جهزوا أسئلتكم خلينا نشوف إيش يعني اللي حابين تسألوا عنه عشان أنا أجاوب عليه طبعا الشكر للداعمين للقناة وشكر للمنتسبين تحديدا أو خاصة شكرا جزيلا لكم وبتمنى أنه يزداد العدد شايف أنا الكل تقاعس عن موضوع الانتساب بتمنى أنه لا يظل في نشاط للانتساب والدعم بالأيام القادمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر